موسيقى نهاركم سعيد مشاهدين على اليوم التانين 19 أيلول 2016 ماذا يحصل في الداخل اللبناني وهل من أمل أن نعود دولة البداية من الرأس حزب الله أعاد التذكير بموقفه وقال نائب أمينه العام عون أو لا أحد خدوها مني ما رح ينفعك حدا تذكير بلا تنفيذ ولا يزال الحزب يقاطع جلسات انتخاب الرئيس المستقبل على موقفه ومعلومات تشير إلى أن التيار سيجدد في اجتماعه المقبل موقفه من الرئاسة والمرشحين في ضوء الغمز من تبني الرئيس سعد الحريري لترشيح العماد عون فهل سنرى يوما مزيجا من الأزرق والأورانج يطغى على السياسة اللبنانية هل من كيمياء تجمع الطرفين أم أن الكامستري مفقودة وبعد هل سينزل التيار إلى الشارع أسئلة كثيرة سنطرح اليوم إضافة إلى الملف السوري بكل تداعيات من الهدنة إلى الأمن المفقود مع ضيفي مدير مركز دال للإعلام الأستاذ فايصل عبدالستير أهلا وسهلا فيك أستاذ فايصل معنا اليوم في هذه الحلقة كما أشرت الوضع الداخلي اللبناني ملبد ولكن هذا التلبد إذا ما ربطناه بالخارج يبدو أنه حركة بلا بركة حتى هذه اللحظة بدي يشوف أكثر ماذا يحصل في الداخل اللبناني في ضوء المواقف السياسية موقف حزب الله، موقف تيار المستقبل، موقف التيار الوطني الحر وموقف الرئيس نبيه بري مبارح واليوم وأول تبارح كان له مواقف على أكثر من مرحلة وأكثر من طرح لرئيس نبيه بري وبعد لليوم ما في إيجابات واضحة على تروحه بشكل كامل وبشكل وافي على كل حال هذا الملف وكما أشرت الملف السوري بتداعيات وبدأ نبحث وحضرته جاهزة من العاصمة السورية بدي أعرف شو الجو هناك في ضوء ما حصل في ضوء القصف الأمريكي ضوء المجزرة الأمريكية ما بارف إذا فشل الهدنة إذا فينا نعتبر فشل علما أنه هلأ انتهى وقت هذه الهدنة منذ ما يعلن أي تمديد لإله فبدي أشوف أكثر بهذا الموضوع أهلا وسهلا فيك معنا اليوم في هذه الحلقة قبل من نبتدي حوارنا بدنا ننطلق من الجولة اليومية على الطرقات هاي مجزرة كمينة تبدل ليك المجزرة بالطرقات هاي مجزرة هلأ يعني هي معكوسة عادة المجزرة بالطلوع اليوم لا داخل إلى بيروت بهذا الوقت الفوت على بيروت مجزرة اليوم وما ننسى اليوم أول يوم مدارس يوم أول يوم تقريبا جزء كبير من المدارس اللي شفناها قبل طريق جونية هاي عند الدورة جسر الدورة مدخل بيروت الشمالي عند منطقة الصيفي كمين نواقف السير يبدو وصولا حتى شهر الحلو تقاطع ساسين بالأشرفية في عشق سير بس تقريبا زحمة عادية بالحمرة في زحمة عند الإشارة مدخل بيروت الجنوبي كمان مجزرة أخرى عند المدينة الرياضية مجازر العالم عم يرتكبوا فيها مجازر بالطرقات أول شيء ذكرت بزملتنا الأستاذة ديما صادق قلت معها أنا من مرة يمكن من أكتر من سنة تاني قلت لها ممكن بعد تستضيفونا بالألفين وخمسة وعشرين وتظل هذا النفس الموضوع هيدا المشهد بضيضات طبيعي ما في أمل لأنه ما في أي خطط يعني على عين الناس هيدا المشهد ما فيه أمل بالسياسة فيه أمل بلبنان يعني أنت تفضلت أول شيء شكرا للاستضافي صباح الخير أهلا وسهلا أهلا وسهلا هذه قناة الأل بي سي والأل دي سي صرنا أل بي تو أل بي تو أل بي تو أل بي مي أهلا وسهلا على رأس يعني تفضلت بالمقدمة هل من أمل أن نعود دولة لا ما بعرف إذا كان لبنان دولي يعني بالمعنى الحقيقي لكلمة دولة على الأقل كان فيه شوية مقومات لبنان إلى حد كبير هو دولة متميزة عن باقي الدول في المنطقة لكنه بالمفهوم الحديث للدولة لم يكن في يوم من الأيام دولة هذا التمايز فأدلي حتى هذا التمايز الآن يفقد يعني مع الأسف الشديد الكل يدعي وصلا بليلة وليلة منه براء دون استثناء يعني بالمعنى العام للكلمي طبعا يعني هناك تفاوت بين من يريد أن يحافظ على ما بقي من مؤسسات وبينما من يدعي أنه يريد المحافظة على المؤسسات لكن عمليا كل شيء الآن موقف ومعطف صحيح سبب الاستعصاء بشكل واضح يعني خلينا نكون واضحين سبب الاستعصاء هو خارجي بلبوس داخلي اللي بيطلع بيعمل لي فلسفات بهذا الموضوع بعتقد هذه فلسفات في غير مكانها الواضح أن السعودية لا تزال تمسك بالاستعصاء الداخل اللبناني وهي لا تريد أن تفلت الساحة اللبنانية من قبضتها تحت عنوان فيتو على ميشيل عون وعدم تسهيل اختياره كمرشح فقط السعودية هي من يمسك بزمام المبترة هالأدأوية على الساحة اللبنانية المملكة العربية السعودية لحتى موقف البلد برأيك لأنه يعني موضوع اللعبة لعبة الرئاسة هي حصرا بالمئة وثمانية وعشرين نائب من يمتلك كتلة صوتية يعني كتلة مرجحة هي الآن كتلة المستقبل فينا نقول تمتلك أكبر كتلة بس لنقول مرجحة لا مش مرجحة كتلة مرجحة لا لك شو السبب كتلة مرجحة لأنه عمليا أنت الآن يعني بالمعنى المتداول للكلمة كل واحد عم بيحاول يحيل التعطيل على مكان يعني القوات اللبنانية رشحت لعماد ميشيل عون وهي تدرك تماما أو تضمر داخليا أنه لن يصل إلى الرئاسة وبالتالي تتخلص من عقبة كأداء طبعا أنا هون عم بيحكي بكل صراحة يلا أتهمهم بهذا الأمر بل لدي مستمسك أساسي في هذا الموضوع ما بدون لأنه الهجوم الدائم على حزب الله بالتعطيل واستثناء التيار الوطني الحر إذا كان التعطيل هو عدم النزول إلى جلسة الانتخاب فبالتالي التيار الوطني الحر هو يعطي الانتخاب بميشيل عون بهذا المعنى إذن أما أن يكون الكلام على الجميع وأما هذا الاختيار فقط أو الحملة على حزب الله دون غيره من الأطراف السياسية حملة فيه بغير مكانها على الإطلاق وبالمناسبة بهذا المعنى يعني ليس كل من ذهب إلى مجلس النواب أو إلى جلسة الانتخاب يعني هو يعلم تماما أن جلسة ستنعقد ويصبح هناك انتخاب الكل يعلم مسبقا أن ليس هناك انتخاب وهذه العملية لأنه بيعرفوا مواقف بعضهم لأنه عملية تأمين النصاب أستاذ مالك عملية مدروسة على الألم والمصطرة يعني عم يتشاوروا مع بعضهم وكل ألم مصلحة في هذه اللعبة المتمادية لأنهم يدركونها تماما كلمة السر بعدما إجت كتلة أو فريق في لبنان يقول أن إيران هي التي تعطل وهي التي تريد إيصار رئيس يكون من حصتها بالمعنى السياسي والسعودية تمسك بزمام التعطيل لأن كتلة المستقبل تستطيع أن تنسج تحالفا أوسع بمعنى أن كتلة التنمية والتحرير هي أقرب إلى منطق تيار المستقبل تحت عنوان الميثاقية والمكون السوني الذي يريد أن يحافظ عليه الرئيس بري بشكل كتير واضح يوم بما قاله ظالما أو مظلوما واليوم أوضح في جريدة السفير الحريري ضرورة صحيح هو يرى هذا الأمر غيره لا يرى هذا الأمر يعني هو رأيه محترم والآخرون لهم رأيه محترم لا أرجع للنقطة الأساسة التي كنا ننطلق منها عم تقول حضرتك أنه مش حزب الله من يعطي لانتخابات الرئيسة صحيح بالورقة أو الألم اليوم مين بده ميشيل عون رئيس ومين لا بالورقة أو الألم مين بده ميشيل عون رئيس بالمعنى المتداول للكلمة بالكتل سياسي بأننا ناخد على الظاهر القوات اللبنانية والطيار الوطني الحر وطيار الوطني الحر وحزب الله بشكل أساس بس نعم وممكن للحزب السوري القومي الاجتماعي يعني حتى الآن ما في عنده موقف واضح لكن هو يميل أكثر إلى ميشيل عون لكن دون أن يصرح لأنه تعرف أنه ثلاث نواب يعني ما بعض أو نائبان مش عارف ثلاثة مدري نائب نائبان ونائبان لحزب البعث حزب البعث في نائب مع كتلة التنمية والتحرير يعني النائب عاصم هاشم والنائب عاصم قانصو أعلن أكثر من مرة أنه يؤيد فرنجي ولا يؤيد عون يعني هذا بالشكل الصريح هلأ بقية النواب المستقلين الذين يحسبون أنفسهم مستقلين هم في لحاف تيار المستقبل عمليا سواء كانوا مسيحيين أو غير مسيحيين لكن الواضح أنهم في لحاف تيار المستقبل إذن بالمعنى العددي الظاهري البسيط للكلمة العماد ميشيل عون لا يمكن أن يأتي بعدد الأصوات بل يأتي بالترجيح السياسي إذن أنه يمثل التيار الأكبر مسيحيا والعصبية الأكبر مسيحيا وهذا هو لب الخلاف بين الأطراف السياسية بين من يرى أن العماد ميشيل عون يمثل الرأي العام المسيحي ومن حقه أن يكون هو رئيس الجمهورية باعتبار أن الرئاسات الأخرى توزع بهذه الطريقة أو تختار بهذه الطريقة اليوم إذا بدنا نقيسها على هالأساس وعلى هيدا المعيار لدينا كتلة الجنرال عون اللي هي اليوم على ما أظن مسيحيا إذا بدك تحسبها يمكن 23 أو 27 25 25 مسيحي نعم 25 والقوات اللبنانية الكتلة 7 أو 8 يمكن كانت 8 صارت 7 عكل حال 7 يعني 32 32 من 64 يعني أنهم فقط 50 بالمية من النواب المسيحيين وبالتالي مش مش الصوت الوازن ولا التمثيل الكامل في مجلس النواب صحيح بس عدد النواب المسيحيين من المجلس أديه 64 64 صح 64 تيار المستقبل كم نائب هو حسبهم بحسابه بهذا المعنى بينما قال عماد ميشيل عون هو جاء بكتلة صافية يعني ورغم كل هذه الثغرات بقانون الانتخاب هلا طبعا نحن عم نحكي بالمبدأ العام بحكي بالمبدأ اذا بديك فوتبها العام هو أكبر كتلة طيب معنى شيء أكبر كتلة مسيحية ولو بخمس أصوات الزيادية أخي بشاك الآخرين الآخرين قداش عددن ما عم تحكي انت يعني تيار المردة عنده ثلاث نواب بشاك صحيح طيب المستقلين قداش انه أربعة أو خمس نواب اذا بس حزب الكتائب يا سيس فايصال إذا بديك حسبهم عنده مسيحيا ثنين وثلاثين نايب اليوم يرشحهم العمادعون ايه ثنين وثلاثين كتلة العمادعون وكتلة القوات اللبنانية كتلة العمادعون وكتلة القوات اللبنانية مش عم بحكي شعبيا أنا عم بحكي سياسيا كنواب ايه كنواب كتلة العمادعون وكتلة القوات اللبنانية هو الكتلة الأكبر اوكي هو الكتلة الأكبر لأنه ثلاثين الباقيين موزعين شي مع الرئيس بره شي مع حزب الله هاو دي نواب مسيحيين اي باختلفنا انا ما عم بقول هاك نواب مسيحيين وكمان يعني ايضا عقاب صقر وامين وهبة نواب شيعة وغازي يوسف نواب شيعة هل يمثلون العصب الشيعي بالمعنى المكون بس ما فيك تنفي شيعيته ولا فيك تنفي مسيحيته وعلى هيدا الاساس يوم اللي اسقط سعد الحريري لما سئلوا الفريق السياسي اللي اسقطه كيف اسقطه قالوا احنا بالسياس احنا مش عم نشتغل طائفيا ايه صحي طبعا لما بيشتغلوا بموضوع الانتخابات الرئيسية على هالباكتج مثلا ماشي انا عم بقول الانقسام في البلد هو جاء على خلفية التحميش السياسي والاقصاء السياسي ما اجع على خلفية اللعب البرلماني الديمقراطي العادي الشكلية اللي بنلعبها بس اليوم هذا الفريق بس اليوم هذا الفريق بيحكي عن انه التمثيل بهذا المعنى مشال سليمان الرئيس السابق مع احترامنا له لا يمثل شيء في المسيحيين جاء بتسوية وهذه التسوية اتفق عليها كل اللبنانيين ما هيك عمليا يعني هو لا يمثل شيء في المسيحيين الرئيس اميلا حود كان اكثر رئيس لبناني قوة على المستوى الشخصي وعلى المستوى السياسي رغم هذا وكله يعني لم يستطع لم يستطع ان يمثل هذا المناخ المسيحي علما انه هو الاكثر قوة على كل المستويات ورغم ذلك كله استطاع الرئيس رفيق الحريري والاقطاب السياسيين ان يحاصروا الرئيس اميلا حود لانه لم يماشيهم في ارائهم او فيما كانوا يطرحون على المستوى السياسي الان نحن عم نعود لنفس اللعبة عم نعود لنفس اللعبة لا يريدون رئيسا قويا لانهم لا يريدون ان يكون هناك شريك اساسي سليمان فرنجية مش قوي لا لا يريدون رئيسا قويا بالمعنى بالمعنى التمثيلي اوكي لا مش يرعونه لا سليمان فرنجية مش بالمعنى الشخصي بالعكس الوزير سليمان فرنجية اوي وابو ضاي وابو علي واد ما بدك وعنطر بكل ما للكلمة بمعنى لا انا عم بحكي بمعنى التمثيل التمثيل المسيحي برأي حضرتك الخلاصة رايحة على مرشح بعيد عن ميشيل عون مسليمان فرنجية هلأ يحكى يحكى يزعم هذا الامر يزعم لكن هل هذا سيكون يعني سيكون معيار صحيح لاستقامة الوضع في البلد خلينا نقول انه هل هذا سيجعل الوضع مستقيما في لبنان ما المشكلة في هذا الاقصاء والالغاء الذي يشعر به المسيح عموما بين قوسين تختلف الامزجة هنا حول التوصيف الدقيق للكلمة لكن على الاقل فيما يحصل من هجمة واضحة في كل المنطقة على المسيحيين وعلى كثير من المكونات الاخرى ليس امام المسيحيين في لبنان الى ان يكونوا اكثر تماسكا واكثر قوة لكي يحافظوا على هذه الفرادة وعلى هذا الوجود المتميز وإلا اذا رحنا نحن لعبة الاختيارات بمعنى يعني انه انا بجيبك وانت بتجيبني يعني عمليا نحن نعيد نفس الطريقة في المشكلة القائمة في البلد المشكلة قائمة مش بس على الرئاسي استاذ مالك المشكلة قائمة على قانون الانتخاب ما الرئيس بري عبي يحكي بالبوضوع على الحكومة على قانون الانتخاب وعلى تعينات وعلى مش عارف شو سلي متكاملة عم يقول هو اذا بالسل المتكاملة يعني هو بيفضل ميشيل عون لكن اذا خير بين الشخص بين ميشيل عون الاميل الى فرنجي هو يميل الى سليمان فرنجي وهذا رأيه يحترم والاخرين اعلنوا موقفهم يعني حزب الله هو احد قطبي الرحى في هذه المعادلة ما يعزبوا حالهم لو براحوا على الامم المتحدة وكل الدول وكل العالم هذا اندل على شيء فهو لا يدل على عناد بقدر ما يدل على ثبات في الموقف بس بالمقابل كمان فريق يتهم المملكة العربية السعودية بالتعطيل هذه الانتخابات لانه مبدا ميشيل عون وفريق يتهم ايران وحزب الله بتعطيل هذه الانتخابات لانه مصرع ميشيل عون ومش عم تنزل تنتخبه يا سيدي حزب الله ما وصلنا لنتيجة حزب الله كان واضح اكتر من مرة في خطاب الاخير لسماحة السيد نصر الله حكي انه نحن منفتحون عون رئيس جمهورية حريري رئيس حكومة والحريري رئيس حكومة والرئيس بري رئيس مجلسي ورئيس بري رئيس مجلسي طيب لم يأتي اي رد من السعودية علما انه صوق مناخات عبر لقاءات جرت او باتصالات جرت بين السيد نادر الحريري واخرين الوزير باسيل نعم او الوزير باسيل ما بعرف على كل حال ما يعني ليس هناك شفافية في السياسة في لبنان كله بيعتمد على التسريبات انا ما بديش اقول انه يعني هذه معلومات اكيدة لكن على الاقل لم ينفيها احد حتى هذه اللحظة وحزب الله بنى موقفه على هذا الاساس اوضح هذا الامر الشيخ نعيم قاسم واوضح هذا الامر اكثر من شخصية في حزب الله وحتى السيد حسن نصر الله في خطابه في بنت جبال كان يرتكز الى هذه المعطيات فجأة نصفت من اساسها اذا هناك شيء ما خطب ما في السعودية ماذا تريد السعودية هل تريد الحرير رئيسا للوزراء لو ارادت فعلا لسهلت له الطريق ولا قدمت له اذا السعودية تفتش عن بديل اخر طيب فليفتش او فليبحث عن هذا البديل وهل تكون هناك مروحة من الاسماء الموجودة عند اذن ممكن ان يكون هناك تسوية مختلفة ربما يكون لها طعم مختلف وعندما طرحنا الوزير عبد الرحيم امراد لرئاسة الوزراء البعض يقول ان هذا محسوب على فريق 8 أزار يا اخي عندما تطرح رئيس وزراء هذا الرئيس يجب ان يكون للجميع ليس هو قائد للانقسام السياسي يعني عبد الرحيم امراد ليس قائد للانقسام السياسي بينما الحريري يمثل قادة الانقسام السياسي في البلد اشرف ريفي ماذا يمثل اشرف ريفي لا يمثل شيء اذا بتطرح وله ما بتطرح ولما بتقول ان السعودية تبحث عن بديل نعم عن الرئيس سعد الحريري هذا يتماشى وموقف الوزير اشرف ريفي اللي عم بيقول انه نبحث عن حريري اخر يا سيدي الوزير اشرف ريفي لا يحظى بالمقبولية العامة لدى الوسط العام السني الان في لبنان نحن نتحدث الان عن وسط عام عم تحكي عن مشاورات مياه هذا الوسط العام هذا الوسط العام الوزير ريفي واجهه بطرابلوس بلدية هذا ليس مؤشر استاذ مالك انت ابن طرابلوس وانت تعرف كيف جاءت هذه الانتخابات جاءت انتقاما من الحريري او ردا على افلاس الحريري او ردا على عدم دفع مستحقات الحريري او الوعود البائسة التي وعدها الابناء طرابلوس وعكار عموما ليس هو فقط بل ابيه يعني رحمه الله رفيق الحريري لم ينفذ اي من الوعود التي اطلقها الابناء الشمال وبالتالي يعني انا كنت في عكار في يعني منذ فترة وجيزة يعني انت تشعر نفسك وانت تمشي في عكار كأنك تمشي في مخيمات الصفيح على الطريق العام عم بيحكي مش بس القرى العالية ايه سيدة ما بيمنع انه اليوم اشرف ريفي بالسياسة اللبنانية شكل ظاهرة يا سيدي هذه ظاهرة اذا كانت هذه ظاهرة من الظواهر السياسية في لبنان بقس هذه الظواهر وبقس هذه الظاهرة بصراحة الذي يعني يريد ان يكون يعني بهذه الطريقة يخوض غمار السياسة بعتقد انه يعني هو يسيء الى نفسه قبل ان يسيء الى الوسط الذي يمثله لانه يعني ليس له اي مصداقية يعني معلوم ان الوزير اشرفي فيما احترامنا الشخص الى له لكن هو يعني ينقل من مكان الى مكان يعني ليس لديه مواقف مبدئية في هذا الامر هو اذا عم بيخانق عم بيخانق على نقل المواقف عم بيقول انا باقي في مكاني ما ليشي هلا اللي بيعرفوا التاريخه لمدير عام يعني اول من طعن طعن الرئيس ميقاتي والرئيس ميقاتي استقال بسببه وهو الذي مدد له وانت بتعرف ان الحكومة ايضا سقطت على هذه الخلفية يعني ما ليشي يعني واحد يكون شوي يعني اذا كان عم يحكي عن الثبات هذا لديه طموعات شخصية جاءته الفرصة المناسبة مع هذا الانفعال الذي حدث في طرابلس والشمال ظن نفسه انه الان اصبح يعني عن طرق بن شداد في ليلة وضحاها لا اعتقد ان السياسة ممكن ان تخطط طبعا مع احترامي لاله قد يكون افضل من غيره لكن انا عم بحكي عم بحاول ايس يعني الظاهرة بشكل عام ما فينا نعتبر هذه ظاهرة هو يعني لو لا تيار المستقبل لم يكن يسمع به احد الكل تمسك به ويعني الكل تمسك به كمدير عام لقوى الامن الداخلي وبعد ذلك يعني حرب التمديد له وبعد ذلك اختياره لك بالمناسبة انه اول من هنأ الوزير اشرف ريفي حزب الله بالوزارة علما ايه ما بيمنع هو اهل الظلمي منه على خصام مع عزب الله طلع اهل اهل انا انتقدم في السياسة انا اهاجم انا اهاجم هو ليس منتقد في السياسة هو يتعاطى بمنطق احقاد سياسية وهذا مش الانتقاد السياسي شيء مشروع للجميع لكن راقب تصريحات الوزير اشرف ريفي كل تصريحاته تصريحات نارية وكأنه يريد على طريقة علي وخوت جمهور ليس بهذه الطريقة ما شفنا الحرير يجرب وشلح الجكات ومش عارف شو واحد طلع المارد السني قام وانطفض يا اخي منا بحرب سنية شيعية نحن بالبلد ولا بحرب مسيحية اسلامية هذا يشيرو مراته لا مش بحرب سنية شيعية نحن فيه استفاف سياسي حاد فيه من كل الاطراف عبر الضفتين ضفة ترى ان العماد ميشيل عون يمثل مشروعا مستقبليا ويمثل قدرة على استقامة البلد ومشروع اخر رأى في الوزير الفرنجية بعض طول اناد وطول عناد انه هو المرشح الافضل كي يعود الى سدة السلطة مجددا يعني المسألة ليست مسألة مفاضلة بين شخص وشخص نحن نتحدث الان عن مشروع حزب الله عندما رشح العماد ميشيل عون كان يرشح المشروع ولا يرشح الشخص بعيدا عن التزامات الوفاة والافلاق هيدا المشروع هيدا المشروع انا اذا بدفوت هلأ بالاسماء بالمقاربة ما بين ميشيل عون وسليمان فرنجية هذا المشروع سليمان فرنجية لا يمثلوا كمان بالنسبة لحزب الله نحن عم نقول انه بعيدا عن اللي حكينا قبل انا عم بحكي هلأ بالاشخاص بالاشخاص اليوم سليمان فرنجية لا يمثل مشروع حزب الله اولا يعني اكيد انا ما رح اسبح لنفسي يكون ناطق باسم حزب الله لا انا بحكي قراءة يوم عم نحكي قراءة بس انا بفهم حزب الله ليس باطنيا في السياسة حزب الله لديه موقف واضح لم يقل في لحظة من اللحظات ان لديه مرشح اخر قال مرشحه العماد ميشيل عون لم يأتي على ذكر اي اخر علما ان الوزير الفرنجي يرتبط بعلاقة مع حزب الله والمقاومة وسوريا الاسد والاسد وكل هذا الخط بعلاقة تاريخية لا احد ممكن ان يغبر على مثل هذه العلاقة لكن ما يلحظه حزب الله في هذا الموضوع ليس التاريخ الشخصي او المفاضلة الشخصية ما يلحظه هو يعني نسج التحالف الذي يكون في مقابل طرف اخر يريد اخذ البلد الى مكان اخر تماما هذا هو الموضوع الموضوع ليس مفاضلة حتى يكون هناك تحسس عندما نذكر العماد ميشيل عون او الوزير اسليمان الفرنجي ثانيا ان الوزير اسليمان الفرنجي نفسه هو الذي كان يمشي خلف ترجيح العماد ميشيل عون صحيح الى ان اختار الحريري ان يدخل في مثل هذا الامر ورشح الوزير اسليمان الفرنجي عندها ارتأ الوزير الفرنجي انه بما انه اصبح مرشح من تيار المستقبل ولديه قدرة ربما ظن انه هو الانسب في هذه المرحلة لم يتفاهم مع العماد ميشيل عون على هذا الامر وبالتالي حزب الله وقع في مشكلة واضحة في هذا الامر لا يستطيع ان يخرج من موقفه المبدئي الذي اعلنه وبالتالي ربما فهم الامر من مكان اخر انه لا يريد الوزير اسليمان الفرنجي المسألة ليست بهذه الصورة بدي ارجع لليوم قرأنا كتير بتفاصيل السابقة اليوم نحن امام مأزق موضوع الرئاسة تفرع منه كتير من الملفات المتأزمة ومنها عمل الحكومة اليوم التيار الوطني الحر وتكتل تغيير والاصلاح معلق مشاركته بهذه الحكومة حزب الله لم يحضر الجلسة السابقة لم يعلق المشاركة وانما لم يشارك في الجلسة السابقة فقط هناك معلومات اليوم بصحيفة اللواء تشير الى انه مرجع حكومي اخذ وعد من حزب الله بالعودة الى طاولة الحكومة بعد رجوعه من نيويورك اليوم الوضع بالبلد لوين رايح هل نحن امام فراغ في الحكومة بعد الفراغ بالرئاسة اول شي خلينا نعلق اذا رئيس الحكومة اخذ وعد من حزب الله ولا لا حتى الان ليس لدي معطيات تؤكد مثل هذه المعلومة حزب الله لازال في حركة مشاورات بعيدا عن الاضواء مع التيار الوطني الحر التيار الوطني الحر نفسه لا يريد ان يذهب بعيدا بمعنى انه يريد ان يجازف بالحكومة ليس لان الحكومة الكويسة ومنيحة ويعني وانه ما عم تعمل اي شيء كاية لانه يدرك تماما ان مثل هذا الامر ممكن ان يربك بقية الحلفاء ويطرح مشكلة كبيرة في البلد ونقع امام مأزق كبير لا يريد التيار الوطن الحر يريد هز العصى هلأ مرة بعض الاحيان بتجي الهزة اوية ممكن يعني تأثر شوي ومرة بتجي الهزة متوسطة ممكن بعض الاطراف يرجعوا يعودوا الى توازنون انا برأيي الرئيس تمام سلام مدعو الى ان يقف موقفا واضحا في هذا الاطار مش المسألة مش مسألة التصريحات ولا مسألة عناد وانه بعض الاطراف السياسية انه بتركب راسها بس لانه هي يعني بدت تكون انكيب التيار الوطن الحر لا تيار الوطن الحر عنده مطالب محقة يعني اما انه قرب مثل هذه المطالب واما ان نذهب الى سياسة العناد والمكايدة منلعب فيها مثل لعبة رئاست الجمهورية لش رئاست الجمهورية الان مش عناد ومكايدة برأيك يعني مين عم يطلع يعني حتى مع احترامي لكل اللي عم يحكوا يعني انا كنت عم بشوف اليوم مقابلة الرئيس بالشاك طح عم بيحكي عن السل ومسل لش وين قبل الحرير بسل وين قبلوا الاخرين بسل حتى الان أول ما انطرح السلي حزب الله وما كان فيه ولا تالي ورجع الرئيس بري عاود الكرر في موضوع السلي رجعنا تراجعنا من السلي لقانون الانتخاب رجعنا من قانون الانتخاب رجعنا علقنا الحوار عم نحكي عن السلي وعلقنا الحوار يعني فيه مشكلة صارت بالحوار إلى الأجل غير مصرر من اللي قرر يعلق الحوار من اللي نسفه للحوار ماهو ما كمان بدنا نرجع يعني ما عم نقول انه فيه فريق ما قبلين بالسلي راح على الحوار لا هاو دي موضوعين منفصلين لا خليناه ما هو الحوار شو الحوار عشو كان عم على قانون الانتخاب وعرئيس الجمهورية يعني على السلي مصحيح مين اللي نسفه ما صار فيه هذا الاتفاق لانه كل مرة يطرح تراجع لانه تيار المستقبل نزل بيان واضح ما بكرة فيه اجتماع بين حزب الله وتيار المستقبل الرئيس بري عم يعمل طاوت الحوار وعم بيحكي بالسلي بتقوم كتلة المستقبل بتنزل بيان تخالف الرئيس بري وبتقول لا انتخاب الرئيس اولا ما بدون انتخاب طبعا هذا اللي نسفه في طاولة الحوار ايه طبعا هذا اللي نسفه بالمعنى بالمعنى المضموني الحقيقة بعيدا عن سجال الوزير جبران باسيل والوزير الفريقية مكانت ماشي يا جلسات الحوار ايه ماشي بس جلسات الحوار ما فيها تظلها مستمرة الى طول امد يعني نحن عم نحكي صدنا بشهر ايلول طيب عم يحكوا عن انتخابات نيابية كيف بدأتصير انتخابات نيابية اذا الهيئات الناخبة يجب ان تدعى وتكون المراسيم جاهزة بس اليوم فيه فريق حقه يقول بموضوع الانتخابات نيابية كيف يدعموا الانتخابات نيابية وروح على حكومة تعتبر مستقيلة فور انتخاب مجلس نواب وما فيه رئيس يكلف حكومة عم نحكي على قانون انتخاب ما هو لا نعمل قانون انتخاب بدنا نعمل انتخابات نيابية ما فيه بروسيجي نعمل قانون انتخاب نتفق قانون انتخاب وبصير فيه عهد وميثاق بين الاصراط المتحاورة يعني رحنا عسل ايه شو عمه بس مني على قانون ما اتفقوا ما بدون قانون مين اللي ما بدون قانون ما بدون قانون طيار المستقبل ما بدون نسبية طيار المستقبل والكل بدون نسبية بس طيار المستقبل ما بدون نسبية والنائب واللي جملات ما بدو نسبيه طيار الوطني الحر شو بدو نسبيه بدو ارتودوكسي لا كان الارتودوكسي براح شو قبلانها طبعا قبلان بالنسبية والرئيس بري بدو نسبية وحزب الله بدو نسبية حزب البعث وحزب القومي وحزب الديمقراطة اللبنانية بيقبل بالنسبية قوات اللبنانية قوات اللبنانية معارضة النسبية فإذا في نص اللبنانية في نص السياسة مع نص السياسة لأنه في أطراف مصر على ضمان النواب سلفا ومسبقا في نصبت دون هيك ونصبت دون هيك لا بد يكون الحق مع هذا المعيار المزاج العام اللبناني وهو الآن منطعد من كل قوانين الانتخاب التي تأتي بالبوسطة ومحدلة ومش عارف شو قوانين تسن لحساب أطراف وطيارات عم نقول النسبية النسبية تخسر الكتل الكبيرة الكتل الكبيرة مينية حزب الله حركة أمل تيار المستقبل تيار الوطن الحر هاي الكتل الأكبر اللي عم تحصد تقريبا نسبة كبيرة من المقاعد طيب هاو دي قبلوا بالنسبية يعني عم يقبلوا يخسروا نواب لصالح قوى سياسية أخرى لصالح حزب شيوعي لصالح علمانيين ممكن لصالح مستقلين لصالح أشخاص يعملوا تكتلات الاخرى طيب تيار المستقبل الذي يغتصب كذا نائب أو كذا مقعد نيابي منذ العام 92 يغتصب؟ ايه طبعا اغتصاب اغتصاب لا أعطيك نمازج يعني أعطيك نمازج عندما يسقط ضمير لبنان الدكتور سليم الحص أمام نائب ما حدا بيسمع باسمه في بيروت هل هذا يمثل المزاج البيروتي؟ هل أنت تقتني عنه بيروت؟ مع كامل الاحترام والمحبة للدكتور سليم الحص والتقدير لهذا الشخص العظيم ولكن فعليا ما كانت أصوات يومه؟ ما مش عمقول ما في أصوات أنا ما عمقول ما في أصوات أنا عم بيحكي كيف تخاضي الانتخابات إيه؟ إنت لما بتعمل هذه القوانين وهذه المناخات التي ترافق الانتخابات يعني عمليا هذه القوانين من عملت يومه على إياس رفيق الحريري وكتلته؟ يوم أن عملت عقياس الكل يوم أن عملت عقياس وليد جنبلات وكتلته بالجبل كله كله ونعملت عقياس حزب الله وحركة أمل وكتلته بالجنوب اليوم في حدا بالجنوب يدري يطلع من غير هذا السياح؟ يا سيدي وليد جملات مش مغتصب لمقاعد نيابية منذ تلينة وتسعين إلى الآن من يقرر في الشوف؟ انت وأنا وبجنوب مين بيقرر؟ شو عم نقول؟ عم نقول كلهم مغتصبين بهذا المعنى كلهم مغتصبين الآن في ناس مغتصبين يعني بين قوسين يعني إذا عم تلمح لحزب الله وحركة أمل أنا مش عم تلمح أنا عم قول قوانين الانتخاب حضرتك عم تقول تفصلت عقياس طبقة سياسية أنا عم بلمح أنا عم بعمل نقط زاتي نعم أنا الأوان لكي تذهب هذه الكتل كلها إلى النسبية وكلما كبرنا الدائرة بيكون أحسن لكن إذا ما قبلوا بلبنان دائرة واحدة كما يطالب حزب الله والرئيس خلينا نروح على أساس الطائف النسبية مثل ما بيقول الرئيس حسين الحسيني الذي يمثل ضمير بكل مال الكلمة بمعنى بموضوع الحفاظ على ما تم الاتفاق عليه لكن الحالية ما في صوت لذلك عم بقول ولي جملات نعم مغتصب هو الذي يقرر بدائرة الشوف وهو الذي كان يتلاعب في دائرة عبدة علي في قوانين سابقة يعني ما ننسى أنه ما مناش ما فينا نشطب هايك الزاكرة لعالم ما هاينا عم قللك يا أنو الكلم كل الطبقة السياسية كل الطبقة السياسية في مشكلة تمثيل حقيقي ها في مشكلة عند الكلم يعني بس بدي أعطيك مثل أنا النائب السابق فارس سعيد لما سقط بالانتخابات النيابية شو طنيع قال الشيعة بجبال سقطوا يعني كأنه الشيعة بجبال يعني أنه ما لازم يكون لهم صوت يعني مثلا أنه المسيحيين بنجحوا والشيعة بسقطوا أو الشيعة بنجحوا والمسيحيين بسقطوا هذا مش منطق أما بنعمل قانون متساود ساعتها ما بنقول الشيعة إذا ما نحكي عن نسبة حقك أنا بدك أكتر من هاك بدك أكتر من هاك تعرف شوية عقدة العقد بلبنان أنك أنت بتعرف نتائج الفرز قبل ما تطلع على الفرز فحيح ما طيب ليش هاك لأنه بحطولك لأني ما في قانون نسبي لا مش بس هاك بحطولك ألم مارونة ألم أرتودوكسي ألم شيعي هاي ع طريقة الغنم بلية والغنم بلالية يعني فهمت كيف تعرف عادي بالحاج بصيروا ياخدوا الاخواريف ويفحصوهن يعني قبل الضباح قبل الضباح أنه هذا بيمشي هذا ما بيمشي أنت لما بتعمل قانون انتخاب عم تفرز الأقلام على أساس مذهبة يا خيميش أنا معك بأنه النسبية هي الحال عادي مختلفة مش ضيعة مختلطة حط يا أخي لوائح الشاطط مختلطة ما تتعمل فرز بالبن وخلي كل العالم ساعتها هي من تغييها السياسة ما هي النسبية هي بتريح السياسة يا خيميش خلي إذا بدك ما اتفقنا عن النسبية وقانون أكثر مش هاي في حديث عم سبط 64 ب64 خلي قانون أكثر 64 ب64 مش هاي بس كل الناس بيكون إليه علاقة بال64 يعني مش أنا أرتودوكسي لا لا هو اللي عم يبحث فيه هو يعني تقريبا إذا بدك 64 بتكون على أساس أكثر هي للمناطق والنسبية بتكون على أساس واسا لا يعني وعزر أكبح من زنب يعني بيطلعوا بيصيروا يحضروا لك اللانسبية في وجود السلاح يعني أنه يعني الانتخابات بغير النسبية بسلاح بيمشي والنسبية بس هي اللي ما بتمشي يعني بدي أفهم أنا شو المنطق تبع الدكتور فتفت أو الأستاذ عمار حوري أو سبير جعجع مع حفظ الألقاب للجميع بدي أفهم شو المنطق اللي بيرتقزوا عليه يعني هني مشكلتهم مع السلاح طيب روحوا لسلاح وشو بدكم بهال الحجة هاي دي إذا مشكلتكم بالسلاح ما تقولوا أنه الانتخابات النسبية بيأثر فيها السلاح مسلاح بيأثر بانتخابات بلدية والمخترى بيأثر أكثر بيأثر بيكل شي طبعا يعني حجة يعني ما لأي منطق يعني بصراحة بعض الفاصل وأنا بقول لك أنا أكثر بين هيك قبل ما تروح للبريك أنا أتهم أتهم بكل كلمة معنا كل من جاء إلى السلطة منذ 92 إلى الآن لا يريد قانون انتخاب عصري للبلد هيدا ما تفقين عليه سوا هيدا رح نختم هيدا الفاصل بانتفاق لأنه لليوم كل مرة الأوانين قبل الانتخاب وبتتفصل على إياس فاصل قصير ونعود عود إلى لكم مشاهدينا ولنهاركم سعيد لليوم التانين 19 أيلول 2016 استيس فايسل كنا نحكى بالفاصل الأعلاني عن موضوع رئيسة الجمهورية والعلاقة ما بين كل الكتل السياسية وصولا نحكينا لأنون الانتخاب والسلق المتكاملة اليوم الطيار الوطني الحر يهدد بنزول إلى الشارع في حال لم تنفذ مطالبه أو على الأقل لم يعطى الضمانات لما يتهمه بسياسة تغييب الفريق الآخر اليوم برأي حضرتك نزول الطيار الوطني الحر انتقلت أنه لن يغامر بعمل أو بإنهاء هذه الحكومة ما بيأخذ علاعات وقرار بنسفة بس نزولوا إلى الشارع قرار صائب أم لا هلأ موضوع قرار صائب هذا أولا هذا حق ديمقراطي يحفظه الدستور سبق وأن استعمل الجميع الشارع في الوطني ربما لم يؤدي الشارع إلى شيء وتجربة مريرة نحن شفنا بعد 2006 السانيورة فعلة ربما ما يرقى إلى الخيانة بنظر فريق كثير من اللبنانيين أثناء حرب أو بالمقابل بنظر فريق آخر صمد وقاوم قلت شو عمول فعل ما فعله ولم يرف له أي جفن لا بالعكس يعني أتاه الدعم من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب بس أكيد مش من الله سبحانه وتعالى يعني ما بتعرف ما بتعرف ما فيك تضمن الأكيد أنه مش من حزب اعتصام ضل مدري قديش بسيحة البلد وإلى آخره وما حدا عمل شيء وبعدين شفنا مجتمع مدني وحركته سفرات ومجتمع مدني تحرك لحاله بدون سفرات اجتمعوا مع بعضهم وشيلوا وحطوا إلى آخره ما قدروا عملوا أي شيء بالبلد فتنا بالعكس يعني فتنا بلعبة السفرات لا لا ودولة خليجية صغيرة لا لا عم بل لك مجتمع مدني باما حرام عليك وانا مجتمع مدني مدعوم من سفرات ومجتمع مدني بلا سفرات ما فيني حطهم كلهم مع بعضهم بس أنا عم بقول يعني عملوا رأي عام كبير ومعقلوا سياسية مضيفة عملوا أنه هلأ بدي أحكي عن الموضوع عملوا رأي عاملة أنه غرقنا بالزبالة مش بس الزبالة السياسية اللي عندنا غرقنا بالزبالة على الأرض يعني أنا ما فيه إلا أرفع التحية لحزب الشيوع اللبناني ورغم أنه أنا ولا مرة كنت يعني قريب من الفكر الشيوعي بس بتحس أنه يعني أنصار الحزب الشيوعي مظلومين بالبلد يعني ورغم هذا وكله لم يتلوسوا بالصفقات وإلى آخره وبينزلوا من قلبهم وربهم وإلى آخره فالتحية كل التحية للي نزلوا بغض النظر أنا عم بقول أنا قلت في بعض الأشخاص صحيح لكن الشارع ما عمل شي وشفنا 14 و8 وشكرا سوريا وهو ديكي قالوا اتحررنا وجمبلات قال بدنا التار من لحود ومن بشار ومش عارف شو والبلد استعصى يعني بالعكس زاد انقسام أكتر وهلأ لو كان لدى الآخرين قدرة على حجد الشارع مثل ما التيار الوطني الحر بالتجربة الأخيرة إذر حشد أكيد هو ديكي مش كتير يعني أنه يعني 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 عاففين نفس يعني برأي حضرتك حزب الله ممكن أن يساند حليفه التيار الوطني الحر في الشارع كما يسانده في الرئاسة لا في موضوع الشارع أعتقد أن حزب الله ليس لديه ما بيروح لهذا رغبة في هذا الإطار وهو يعني لا يمارس أيضا أي مشورة من شأنها أن تكبح جماح قيادة التيار أو رأيه السياسي لا لا أنا بحكي قد يسانده في الشارع هل أد سؤال بسيط كان البعض بيقول مش أنه يفرض عليه أرار أو شيء لا البعض كان يقول أنه التحالف يعني يستطن ضمنا آليات ضغط معينة وكانوا يطرحوا فكرة أنه يقولوا للوزير الفرنجي ينسحب أو يقولوا للمشيل عون لو صحيح هذا الحكي أو يضغطوا على الرئيس بالري أنه يعني لو صحيح هذا الحكي كان فيه تفاهم مع معراب هلأ التفاهم مع معراب إيه بس كان حزب الله رضي بأنه لو فعلا بيمون بكلمته على الطيار الوطن لا مش حصة بيمون أولا حزب الله لا يمانع من تفاهم بين معراب وبين الرابية لا لا يمانع بالمبدأ هذا أمر بالعكس هو يشجع على كل إقامة مصالحات بالعكس يعني هذا أمر يجب أن يكون محل تشجيع ما حدا تأد المصالحة بين طيار وطن الحر والقوات اللبنانية ما ننسى أنه يعني تجربة مريرة بالدم وسنوات يعني صحيح ومعيب أنه واحد يوقف بوجه لكن يعني ما يكون إلهم ملاحظات حول الأذاء السياسي هذا شيء آخر يعني الجمال ابنية والجمال ابنية ممكن كثير تطرح كثير من التساؤلات بهذا الموضوع يعني بس أرجع تأنهي الفكرة اللي كنت عم قولها برأيك حزب الله لن يغامر بأنه مش يغامر حزب الله لديه رؤية بأنه الشارع لا يمكن أن يؤدي إلى أي شيء حتى القوات اللبنانية يعني سألوا دكتور سمير جعجع سأل بشكل كتير واضح إن كان هو ولا النائب جورج عدوان من مجلس نوير بعد آخر جلسة لانتخاب الرئيس قال إنه شفنا الشارع لأوين بوصل ما رح يوصل لنتيجة ما بينفع يعني عكل حال يعني القوات اللبنانية مسؤولة عن موقفها والتيار الوطن الحر مسؤولة عن موقفه لكن القوات اللبنانية يعني هي أجر بالبورو أجر بالفلاحة بهذا الموضوع ما فينا ما فينا نعتبر أنه هذا الموقف يعني موقف ذاتي بقدر ما يلحظ أيضا تحالفاته الأخرى للسيد سمير جعجع ليه بقى؟ يعني لا يريد توجيه رسائل إلى تيار المستقبل هو حتى الآن لم يستغني عن تيار المستقبل طيب ليش ما بيحمل تيار المستقبل التعطيل؟ مثل ما التيار الوطني الحر ما بيستغني عن حليفه حزب الله لا لا عم بقول توافق بعيد عن الحرير هيدا صديق الصديق ماشي أنا اللي عم بقوله لا بطريقة معكوسي لما أنا بقول أنه سيد سمير جعجع دايما عنده حملة منظمة أنه حزب الله التعطيل وحزب الله يتحمل التعطيل طيب ليش بالمقابل ما بيحمل سعد الحريرة التعطيل لأنه لا يريد انتخاب مرشحه أو مرشح القوات اللبنانية العماد ميشيل عون مما يعيد التوازن إلى المكونات الطائفية بالبلد ما سمعنيه ولا مرأة لك بس شاطر يظل يوجه السهام على حزب الله بالوقت للتيار الوطني الحر واضح أنه بيطلع بيقول أنه هذا التيار المستقبل هو الذي يتحمل مسؤولية التعطيل فإذا كان التحالف يجب أن يكون تماهي وتطابق فهذا ما بيكون تحالف هذا بيكون إلغاء التحالف هو على رؤى أساسية على قضايا مبدئية لكن في مساحة كبيرة بالاختلاف وانت شفت أنه بعض الأحيان تيار الوطني الحر حتى انتقط بعض المواقف لحزب الله أو العكس صحيح حزب الله لا يدخل فيه سجال وهو يحفظ للتيار الوطني الحر الكثير 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 حتى ينقطع النفس من الود ولا يريد أبدا واضح لما يكفي هذا الموقف أن يقول العماد ميشيل عون أو لا أحد أو العماد ميشيل عون أو من يريده العماد ميشيل عون لا يحفظ لميشيل عون كثير واضح أنه لأنه يوم مش استغنى بس أنه مش عم بيرشح صديق العمر اللي هو قال عنه الأمين العام لحزب الله نور العين سلمان فرنجية كرمال ميشيل عون صح هل قاد لأنهي هذه الفكرة بس قلت حضرتك أنه لا يغامر حزب الله بنصف الحكومة تغير الوطني الحر لن يذهب بعيدا بموضوع نصف الحكومة واضح أنه كل الأفريقاء ما بدون ينصفوا لها الحكومة هل ترجع على عملها؟ هل ترجع على عملها؟ أكيد لدينا مشاورات يعني نحن في عنا الآن فترة فاصلة ومفصلية عودة الرئيس من نيويورك وإن شاء الله ما يظهر الانقسام السياسي بمواقف الطرفين يعني هناك في نيويورك والأمم المتحدة لأنه سريب بعض المعلومات أنه قد يكون هناك رأي للوزير جبران باسيل مختلف عن رأي رئيس الحكومة الملفات يأخذينها ملفات نازحين لا اليوم سمعت أن رئيس الحكومة يعني يمسك بهذا الملف ولن يكون هناك أي يعني انقسام أو انفصال أو اختلاف مثل هذا الأمر وخليني أقول يعني مدى الآن موضوع النازحين يعني كفى لبنان مراهنة على مجتمع دول بائس هو يريد من لبنان شيء ولبنان يريد شيء آخر لبنان بكل قواه العقلية راهن في وقت من الأوقات على سقوط الدولة في سوريا وهو يدفع ثمن هذا الرهان آن له أن يفك يعني أسره من هذا الرهان ويعود إلى حيث يجب أن يعود يعني بمعنى أن تحل هذه القضية مباشرة بين لبنان وسوريا هيدا موضوع آخر بدي أحكيه بالملف السوري العلاقة بين لبنان وسوريا والتواصل ما بين لبنان وسوريا بس هيدا الحكومة اللي حضرتك عم تدعي بأنه تتواصل مع الطرف السوري لحل هذه الأزمة اليوم هيدا الحكومة باقي هلا حاليا ما في بداية ما في بداية لا ما بعتقد أنه في حدا مرشح شيء غير هاك ما في حدا طارح شيء غير هاك ورغم أنه يعني الخلاف كبير يعني ما تنسى يعني خلاف كبير وأنه ناس بتروح وناس ما بتروح وناس بتطلق النار على اللي ما بيروحوا وناس بتطلق النار على اللي بيروحوا والبلد يعني هلأ عمو ذكرة إدارية لوزير المال البلد رح يوقف عصوصه نقطة يعني يعني مش عارف أنا أنه بعض الناس هيدا الموضوع في ناس بيعتبروه أراضي أراضي ملق أراضي لغض النظر بس في سبل استزمانك في سبل المعالجة مثل هذه الموضوعات مش بهذه الطريقة يعني معلشي خليه نكون معلشي أول شي يعني أنت يا أيها النائب السابق فارس السعيد إيه أنت دعيت إلى مؤتمر صحفي بأي صفة الآن عم تدعي بمؤتمر صحفي بصفتك منسق لأربع عشر أزار أو بصفتك نائب سابق بصفة واحد من فعاليات أحد من فعاليات المنطقة إذن هذه المنطقة لها من يمثلها في الندوة البرلمانية وهذه الندوة البرلمانية لديها كتل واسعة بعيدا عن هذا الصخب حتى لأنت تاخد بعض الشعبية مش قصة الشعبية اليوم بعيدا عن التمثيل ما بيحقله لحد يحقفه لا مش ما بيحقله بيحقله بس بديو ياخد حجمه يعني ما بيصير هو هو يصير يعني صاحب الموضوع والآخرين هو صاحب الموضوع هو طلع طرح هو طلع آل هو طلع آل وقال وقال مستعد يتواصل مع الجنرال عون اللي هو يمثل تلك المنطقة في سبيل حماية أملك أهلا يا يا أستاذ مالك أنا ما عم بقول ما قلو الأستاذ فارس سعيد هو ابن بيت سياسي وإلى آخرين بس أنا عم بقول ما بيصير إطلاق النار بهذه الطريقة عبر مؤتمر صحفي وتحميل القضية أكثر بكتير مما تحمل وبرجعنا لورا ما بيقدمنا لقدام معالجة هذا الأمر بينشاف حيثية المذكرة اليوم رد الوزير علي حسن خليل بارح رد بارح دغري رد عليه إذن يعني اتنينياتهم عم يحكوا كل واحد بمحل يعني ما في أي يعني ما في أي مطرح حدا عم بيلتقي بنقطة معينة ماذا عم موقف البطركية المارونية اليوم كان ناطر كان ناطر الوزير علي حسن خليل موقف من البطركية ويوم سؤل بمؤتمر الصحفي الوحيد حول هذا الموضوع قال نحن ما أجينا ولا أي استفسار من البطركية المارونية وإذا أجع رح نجاوب طلعت البطركية المارونية طلع البطرك الراعي تحديدا ومن العقورة طلع قال له لوزير المال ارجاع عن مذكرتك ما شفنا رد ما شفنا رد هلأ هايدي الأمور لا تعالج يعني مرة نحن بنى الأمور تتاخذ بالمعنى الطائفي ومرة بنى الأمور تتاخذ بالمعنى القانوني في طرق قانونية أنا سمعت المؤتمر الصحفي وسمعت يعني حدا كان عم يقول أنه لدينا مراجعة قانونية أمام مجلس الشورى الدولي صحيح هذه هي الطرق القبيعية أما يطلع واحد يفند لي مش عارف شو إلى آخر ما علشي يعني اللي عم يحكي بموضوع لاسا عليه أن يكون دقيق أكثر يعني ما علشي يعني هاي العالم اللي قاعدة بلاسا صر مئات السنين قاعدة يعني كانت بأرض مش لئلة يعني ما كمان كون شوي منطقيين طيب ما ليشي ما ليسا بلدي كلها بلدي مسلمة عموما يعني طيب أنه هالعالم اللي ساكني أراضي شوي هاي الأراضي مش لألم عنده نحجج وعنده مش عارف شو إلى آخر هاي القضية تحل بعيدا عن الأضواء وبعيدا عن الألم ما بنا نرجع للذاكرة بعض القرارات المسيئة اللي عم تحاول تصير أضايا طائفية وحساسية يعني اشتروا بعض التجار وعملوا بعض المشاريع السكنية في منطقة جزين بالتجاه البقاء على الغربة طلع النائب وليد جملاط عم يحذر أنه هذا مد ديمغرافي وعمد خليش شوف كمان يعني ما سفل شو هالمنطق هذا اللي ما له أي وجه من وجوه الصحة والسلامة والاستقرار وفعلا وحدة الهوية للمواطن اللبناني يا أخي أنا شيعي وأنت درزي وهذا سني وهذا مسيحي ما بيحق لي أنا اشتري بأي مطرح وعمل وبحق للخريجي ييجي ياخد ويشتري وتعملو له قوانين استملاك بطل عم ييجي يعني شو هالمنطق هذا يعني شو هالمنطق أنا ماني فاهم بلدية بتاخد قرار أقوى من الحكومة اللبنانية وبتمشي قرار ممنوع حدا يشتري وممنوع تعطي رخصة وتكله تحت عنوان الحفاظ على هوية البلدة شو يا أخي جايين يعني جايين من سيبيريا الناس التانين عيب هذا المنطق ولكن يا عمي لازم كل الناس ترجع مثل مكانت لازم كل الناس ترجع على و لو بيرجعوا كل العالم ادق جرس الكليسي حد للجامع هيدا هيدا مش رح نختلف فعليه بس اليوم اللي عبي اعترض بهيدي النقطة عم بيقول فيه خوف من مد فيه محلات فيه شواهد عم بيحكوا عن شواهد من هذا الامتداد اللي بيفزل شو خاص هذا المادي عمي لما بتطلع مزكرة ادارية عم بتحكي عن المشاعات شو المشاعات بس بالعقورة المشاعات بكل لبنان لا ما طلعت عن المشاعات مثلا بمناطق اخرى بشمال لبنان او بجنوب لبنان يلي راح توصل البطن لقلب الوادي لاطراف النهر وما حكيه عنه عم بيحكي هو عم بيقول الوزير خلينا ناخده الوزير مثل ما قال هذه مزكرة تتعلق بالمشاعات ما هو ملك للدولة اللبنانية يجب ان يعود للدولة اللبنانية حق الانتفاع شيء وحق الملكية شيء اخر في شيء اسمه حق انتفاع من المشاع تحدده قوانين محلية البلديات وغيرها وفي شيء اسمه حق الملكية حق الملكية لا يسقطه اي احد اذا ما حط ايده على ارض للجمهورية اللبنانية مش مصطار عندك ببعلبك عندك شمصطار عنده اراضي شاسع وازع تصل الى حدود فرية وعيون السمان لكن بيجي هلأ واحد بيقول انه هذا الجبل كله اللي بس لانه انا من شمصطار مش بس هك ما هي اليوم لما بده ينحكى عن مشاعات عن اراضي مأخودة ما بكل لبنان فيه مشاعات شو عم بقول اني عم بقول هذي المذكرة اليوم اليوم هذي المذكرة بمعالي من المراحل ومش بالزمان البعيد بعدها ذاكرتنا مضاعت هلأ من كم سنة على اربعة ايام صار في حفلة بطون بالبلد اخدت الوديان يا سيدي انا عم بقول لك انا هام من الالبسي وانا يعني من امثل بالمعنى البسيط للكلمة يعني ويمكن مثل خمس اشخاص لكن لدي الجرأة انا اتحدث بهذا الموضوع ما بتفرق معي احدا مين من كان يكون مين من كان يكون كل واحد معتدي وعامل مؤسسات وعامل مشاريع بالاملاك البحرية بالاملاك النهرية بالاملاك العامة بالاملاك العامة كل هذا يجب ان يعاد مسح لبنان من جديد مش معيب انه احنا مش مسحين بلدنا لكن الفرنسيين هني مسحوه والعالم قاعدة بحسب المسح الفرنسي بعدنا بالتعداد اذا وهذا الكلام يعود الى الجميع ما من عند اشرف ريفي بطرابلوس لعند الرئيس نبيه بره بالجنوب مين بدك لعند بات سكافي بزحلة لعند اللي بقى على الغربة لعند الجميع لعند حزب الله بالهرميل بعترف له لأشرف ريفي بطرابلوس مش معترف له يعني اذا ما هو معتدي بيقوله معتدي على على املاك بحرية كمان عم بذكره مش معترف له عم بذكره لانه هو كمان ايضا من ضمن الذين اعتدوا على الاملاك البحرية هيك حسب ما اسمعنا ما بعرف يمكن يكون مش صحيح الحكي بتمنى انه يكون مش صحيح بس اذا صحيح يعني تشملوا هذه القضية عم بحكي على الكل بالمعنى السياسي هلا بتعرف انت باللغة العامة كل العالم تنتقد الجميع بيطلع بيقول لك حزب الله حاطت ايده وحركة امل حاطت ايده وحزب التقدم حاطت ايده والقوات حاطت ايده والكتاب حاطت ايده والمستقبل حاطت ايده مش هيك يعني كله بتسمعوا بالشارع بس ما حدا بيسترجع على الشاشة على الشاشة بيحكي انا عم بقول اذا الوزير علي حسن خليل مشكور هذه المذكرة تشمل كل املاك الدولة فعليه ان يبدأ في كل لبنان وليس في مكان معين حتى لا تفهم القضية بس انه قضية العقورة او غير العقورة وعلى فارس سعاد ما يشمل العقورة ويعمل لي قصة جبل لبنان القديم ومش عارف شو ويدخل لي ليسا واعتداءات ليسا والاخرية معلش خلينا نكون دقيقين بالموضوع القانوني والاداري بالموضوع السياسي بدك انت تعمل مؤتمر صحفي عمال مؤتمر صحفي لكن في موضوع قانوني تعالج القضايا بالطرق القانونية اللي لديه اسباتات واضحة في قضاء لبناني القضاء اللبناني يجب ان يكون يعني هو الحكم يروحوا على القضاء مثل هذا الامر واللي عنده شكاوي على اعتداءات على الاملاك البحرية وعلى الليطانة وعلى سد الأرعون وعلى عاصة وعلى نهر حكور بعكار شو بدك وين فيه نهر ابراهيم ودي نهر ابراهيم وجنة وكل الأنهار في لبنان كل وعلى على كفر عبيدة مش اعمل ايامي عشان كفر عبيدة انه مجلس وزراء بيعمل مرسوم بيغير بيغير وما حدا بيعرف مين هي هالشركات اللي جاية مش هيك اذا عم نحكي مجلس وزراء نفسه بيجتمع وبيعمل هيك مخالفة فعم تحكي لي ع واحد بلاسة انه بطلع انه لقى حجة ارضه ما فيه استفيد فيها بتيجي بتعمل عليها حملة وكفر عبيدة ما بتقدروا تسموا مين اللي ايجا في حدا بيعرف انه بمجلس وزراء بيجي ملف ما فيه له اسماء فيه شركة بس مين وراها هون السؤال مين وراها كلهم بيعرفوا مين اللي جاب الملف عمجلس وزراء مين ما بيعرف ما فيه وزراء موجودين ما فيه واحد فيه وانه هيكي عنده يعني شربين حليب سباع يطلع يقولي يا اخي هذا الملف مش صحيح متل ما عم تقوله بالإعلام هذا ملف مستوفي الشروط الانونية وخلي يجي رئيس بلدية كفر عبيدة بحلقة على الالبسي ويحكي هيكي يطلع دايما دايما معنا بالتقارير كل يوم يطلع ويحكي ويطلع عنا طلع مع زميل ادنسيسين طلعوا مؤاملين خلي هو نفسه هو نفسه عليه أن يعرم من هي ادش اذا هو مش عم يطلع عارفة عارفة بس ما بدوا يسمي طب ما بدوا يسمي طب اذا ما بدوا يسمي شو بقى نساوي بالزمنات الرئيس مشيل سليمان حكيوا عنه بمرسومة تجنيس مشاك وجنس ناس سوريين وناس فلسطينيين وإلى آخره هايدي يعني الواحد قالك بعد اللي يومين ثلاثة برئاسة الجمهورية خليني أعمل شغل يتذكرون فيها في ناشة كثير بتتصرف بالطريقة يعني ومعيب يعني هادي مش سياسة هادي هادي ابتزاز وصفقات واحتيال على الناس تحت عنوان استغلال النفوذ مين من كان يكون إن شاء الله بيكون بي الله يرحمه هو عمله أنا ضده الله يرحمه فاصل إعلاني ثاني بعد الفاصل إعلاني ثاني إلى سوريا إلى سوريا إلى سوريا بار رعا سوريا فاصل ونرجع إلى الفقرة الأخيرة من نهاركم سعيد لليوم التنين 19 أيلول 2016 استيس فيصل اليوم بالملف السوري كنا أمام هدنة اتفق علي الأمريكي والروسي وشربوا العالم فوتكا وبيتزا وطعموهم بيتزا بجونيف حلوان هذا الاتفاق في الميدان هذا الاتفاق انتهى اليوم انتهت مفاعل وأغلب الظن بعد ما أعلن لا تجدد ولا وقف بس انتهى على الأقل إلى 199 خرق ومتل ما وصفت حضرتك مجزرة بدير الزور وقصف متواصل على حلب قصف بالطائرات كيف يعني إذا بدنا نفسر معنى الهدنة بدتوصيف بمعجم اللغة أول شي بس بدي ألكم أنه لازم تعطوني شي خمس نسخ من الحلقة لأنه الكل عم بيتصلوا ببعث بدون يعرفوا يعني في جرأة عكل حال يعني الجرأة يعني هي يجب أن تكون من الجميع يعني أنا لا أتميز بالجرأة بقدر ما أنه ليس لدي حسابات شخصية يعني بهذا المعجم ما هي هيدا اللي بتبين أنه ما في حسابات شخصية بيحكي الواحد اللي بيشوفه ممكن يكون غلطان ممكن ما بس تصحيحا يعني أنه لا الوزير الأشرف ريفي معتدي ومكتر على الأملاك البحرية وفي مجمع أخده يعني معروف يعني عكل حال هيدا بيرجع للوزير ريفي ما في مشكلة بركي رفعوا علينا دعاوة بدي أقوله بسوريا يعني طبعا بسوريا الواضح أنه السياسة الأمريكية أستاذ مالك موصف بتجرد بعيدا عن عن موضوع أنه نحن ضد الأمريكي أو مع الأمريكي ضد الروسي أو مع الروسي الواضح أنه الأمريكي لم يصدق في أي خطوة قام بها في سوريا منذ أن يعني دخلت سوريا في مثل هذه الحرب فهو على على طول هذه السنوات كان يرفع شعار واضح بعد ذلك تغير الشعار لكن المضمين بقيت مثل ما هي يعني المفاعل الميدانية هي ذاتها أمريكا الآن عندها هدف واحد في سوريا هو كيف تدمر هذه الدولة هلأ مرة بتدمرها بالسقوط الكامل مرة بتدمرها بالاستنزاف المتواصل مرة بتدمرها بإفراغ كل مؤسساتها مرة بتدمرها بحرب اقتصادية شعواء بالمناسبة لأنك ماشي الاقتصادي في سوريا خمسة وخمسين بالمية يعني خمسة وخمسين بالمية من البنية الاقتصادية السورية الآن تعطلت عم نحكي بحجم من الضحايا والشهداء يعني يكاد يكون مهول في التاريخ إذا ما قدر يعني للعالم أن يجري إحصاء دقيق عما يجري في سوريا يعني يكاد ليس هناك من شبر في سوريا إلا مجبول بدم الشهداء أو دم ضحايا أبرياء أو دم من تسبب بمثل هذه الحرب في سوريا حتى لا نضع الجميع في كفة واحدة هناك من يدافع عن الوطن عن الدولة في وج شزاز أفاق وإرهابيين وهناك من يدفع ثمن لأنه موجود في منطقة معينة يقتل فقط لأنه موجود أما بالخطأ وأما من قبل هذه المجموعات أما بقصف ممكن أن يأتي عن طريقة الخطأ كما يحصل في أكثر الحروب وهناك أيضا يعني من هم من سوريا وللأسف كانوا إسرائيليين وكانوا أمريكيين وكانوا سعوديين ولم يكونوا في لحظة من اللحظات السوريين حتى هذه اللحظة يعني لم نسمع أن هؤلاء عادوا إلى شيء من ضمير أو وازع من ضمير لكي يعودوا عما فعلوا وعا كل حال ما يحدث الآن عمليا هناك نقمة واسعة في سوريا لمست هذه النقمة من الجميع من المواقف السياسية قبل الحدث الميداني الذي حصل بالأمس وهو ليس بريئا بالتأكيد في نقمة من الاتفاق في نقمة نعم من الاتفاق لكن هم يحترمون قيادة بلدهم التي أصدرت بيانا واضحا ورحبت بهذا الاتفاق بناء على ما تم عليه التفاهم بين الروسي والأمريكي هلأ هم بنا نجي للنقد الموضوعي والنقد البناء هل الروسي سيذهب بعيدا في أن يتقبل كل ما يفعله الأمريكي للتخلص من المضامين الفعلية لهذا التفاهم فهو لا يقبل أن ينشر التفاهم ولا يقبل أن يحاسب على بعض الأفعال الميدانية أمام الرأي العام الدولي أو على الأقل أمام الدبلوماسية المعمول لها تقول المعلومات أنه ما قبل الأمريكي ينشر هذا الاتفاق كي يكون قادرا على التراجع عن بعض بنوضل ساعة يشاء صحيح الروسي سيقبل بهذا الشيء هذا اللي أقوله هم من نجي للنقد الموضوعي على الروسي أن يحسم أمره لا نكتفي بتصريحات لزيجاروفا وتشوركن بالأمم المتحدة وهل أد حجمة هذا الموضوع يجب أن يكون هناك موقف حاسم من أعلى سلطة في روسيا وهو الرئيس بوتين أن يضع حدا فاصل لشهود الأعلى لا خلصوا بالأمس صرح هو نجح بالأمس صرح أنه بعد إدلاق بصوته سيعود إلى الكريملين يتابع ما يجري في هذا العالم ولا أعتقد أن ما يجري في هذا العالم يعني هناك شيء أهم مما يجري في سوريا من المواجهة الواضحة بين الروسي والأمريكي إذن هذا التفاهم بحسب معلوماتي التي سربت الآن من أكثر من مصدر لا أتبناها لكن لا أنفيها شو هي بتقول؟ تتحدث عن ستة بنود أو خمسة بنود بشكل أساسي البند الأول هو بقاء الرئيس الأسد نعم بقاء الرئيس الأسد البند الثاني يتحدث عن عودة بعض السياسيين المعارضين إلى أن يكونوا جزء من الحكومة وأن تبقى الوزارات السيادية في يد الرئيس الأسد ومنها وزارة الدفاع تحديدا ثلاثة أن تعطى القومية الكردية ما يشبه الحكم الزاتي في شرق الفرات طبعا بعدني عم بحكي أنا دون أن يكون هذا الخبر يقيني لكن مسرب من أكثر من مصدر وربما سربه الروسي أو أوحى به الروسي لكي يحرج الأمريكي أكثر فأكثر أربعة أربعة يتحدث عن عدم المس بمصالح إيران الحيوية في سوريا وخامسا أن لا يتناول حزب الله بأي شيء على اعتبار أن حزب الله يقاتل ضد جماعات إرهابية بالتآذر والتكافل والتضامن مع الدولة السورية إذا هذه البنود الخمسة صحيحة وربما يكون إليها إضافة بنود أخرى يعني هذا يضع الأمريكي في زاوية محرجة ما هو ما تقل لك بهودي الخمسة شو ربحان الأمريكاني؟ شو ربحان الأمريكي؟ قوميا كردية نعم ربحان هذا الموضوع أن يقلم أظافر تركية على ما فعلته وأن يأخذ من الأكراد حلفاء له في المنطقة مثل كردستان كردستان دوري صديق كيان صديق للولايات المتحدة الأمريكية إلى حد ما لكن الواضح أن الأمريكي بعد التوقيع أو بعد التفاهم على هذه المذكرة ولا يمكن يطلعوا كثيرا يقولوا أن هذا انتصار لروسيا هو انتصار لروسيا وانتصار لسوريا وانتصار لإيران وهذا يشكل طعنة للسعودي والقطري وكل هل يقدم الأمريكاني على هكذا خطوه؟ هو فيتع انتخابات رئاسية؟ هاي دي خسراني هاي ورقة خسراني لأي مجرد أن ذهب الأمريكي إلى تفاهم مع الروسي يعني هو أدارة ظهر لكل من كان معه ممن سمي أصدقاء الشعب السوري منذ 2011 إلى هذه اللحظة لا لا أدارة ظهر بالكامل يعني معلما أن الروسي أطلع الإيراني وأن الإيراني أطلع المقاومة وأن السوري أطلع المقاومة هذا هو الفرق بين الروسي بس من سرب عن هذا الموضوع أنه روسيا غاض أو بالأحرى أنه إيران غاضبة بين هكذا اتفاق وأنه أنا لا بدي روح على اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية مع إدارة تنتهي مفاعلها بعد أقل من شهر بـ 28 الثاني الانتخابات لا الكلام وممكن روح على إدارة جديدة تنصف كل هذا الشيء لا الكلام النقد الإيراني جاء على خلفية أن الأمريكيين كانوا يسعون في كل الفترة الأخيرة بعد أن خرج الملف النووي من أي ابتزاز واستطاع الإيرانيون أن يحققوا ما يريدون بفصل الملف عن أي شيء آخر حاول الأمريكيون عبر رسائل متعددة أن يكون هناك لقاءات للتفاهم على كثير من الملفات في المنطقة وبعدما وصلت الأمور إلى حد القول القاطع من الإيرانيين أنه لا يمكن أن ننتخل بمثل هذه الصفقات خرج بالأمس سماحة المرشد الولي الفقيه وتحدث أن ليس لدينا أي ثقة بالأمريكيين ولسنا على استعداد بأن نذهب في أي صفقات بهذا المعلوم لذلك أن إيران نعم راضية على هذا التفاهم على اعتبار أنها جزء من هذا المحور وهي جزء من الشمسية السورية التي تظللها الشمسية الروسية والشمسية الإيرانية والآخرية وهي لا تقف بالعرض هي تقف بالطول يعني بمعنى أن إيران لا تعارض بس ما نقل في موضوع المعارضة الإيرانية مش على بنود الاتفاق ما نقل أن إيران اللي عم بتفكر فيه أنه أنا لا بدي روح على اتفاق مع إدارة أمريكية بعد شهرين ماكسموم أقل رايحة إدارة جديدة ممكن تنسوا في كل شيء لا بدي روح على تقديم تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية وأنا ممكن أوصل إذا ما فاز ترامب إلى جبهة أقوى بالمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية لا خلينا نقول شغلي يعني بالمعنى الدبلوماسي الكبير للكلمة ما عم نحكي الدبلوماسي صغير مستشار إجا قعد عم نحكي الدبلوماسية بين خارجية بخارجية وزير خارجية ووزير خارجية وما خلفهما معروف لفروف من وراء وكريم من وراء وزير خارجية يعني هو يستند إلى الرئيس طبيعي لا أعلى صفة فرقان يمثلوا إدارة إدارة بلده الروسي واضح أنه يمثل كل إدارة بلده وليس هناك أجنحة في روسيا في الولايات المتحدة الأمريكية الأمر مختلف يعني هناك ثلاثة عنوين لاتخاذ القرار البنتاجون والسي اي اي والرئيس صحيح أن الرئيس لديه السلطة الأعلى عندما تصطدم القرارات بعضها ببعض لكن يبقى الكارتل الذي يحرك في كثير من الأحيان خصوصا عندما نكون في سباق انتخابات رئيسية ممكن أن يؤثر على عدم اتخاذ القرار السديد من قبل الرئيس أو أنه لا يريد أن يلزم الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن ربما من هذه الزاوية هرب الأمريكيون من نشر مضامين هذا التفاهم وهذه المذكرة لكن الآن الروسي أمام خيار آخر وهنا الكلام واضح وهو فليكن نقد للروسي يعني إذا بدك الروسي ليس مضطر بأن يسير الأمريكي إلى هذا الحد الواضح أن التصريحات الروسية الآن خرجت بشكل أكثر قوة من أي وقت مضى لكنها لا تكفي عليها أن تتحرك بعد ما حصل في دير الزور عليها أن تتحرك ليس لعد الخروقات روسيا ليست آلة حساب أو عداد طلع مع مية وتسعة وتسعة إي يعني مش عم نشتغل عداد والمعارضة الإرهابية جميعا عم تشتغل عداد يعني معلش فلنأخذ بوصلة أو مؤشر ما حصل في دير الزور أن ما حصل في دير الزور هو ضربة مقصودة وهي أعانت داعش وقدمت الدعم لأن تريد إحياء جبهة أخرى لتبعد عن الأنظار ما يحدث في الريف الشمالي لحلب حيث النقطة الأهم ونقطة الخلافة التي نشبت في موضوع الكستلو موضوع المساعدات الإنسانية يعني أنا لا أعلم أنه كيف هذا المجتمع الدولي تتحرك الإنسانية لديه بكبس الأزرار علما أن الفوعة وكفريا قريتين في محافظة إدلب يقعان تحت حصار منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى الآن ليس هناك دواء ليس هناك غزاء ليس ليس وحصار كامل يعني إحياء الشرقية لحلب الحصار جديد ومستحدث وليس حصارا كاملا وعندما فتحت صغرة الرموسة وصل إليهم الكثير من المعونات لكن في الفوعة وكفريا تتصور أن ليس هناك شيء قابل للحياة سوى أن هؤلاء يعيشون على عشاب برية أو بعض الأحيان طلق من الطائرات هذا إذا استطاعت الطائرات إذن موضوع المساعدات الإنسانية أيها المجتمع الدولي ليس استمزاجا وليس استنسابا إما أن نتحدث بشكل كامل عن هذا الملاف وإما أن يقف هذا الأمر ولتسقط هذه الهدنة التي لا تأتي إلا بالويل والصفور أساسا نتيجة الهدنة اليوم يتحدث بشكل واضح الآن أن بعد الضربة الأمريكية وبعد أخذ داعش لمنطقة واسعة في دير الزور وتهديدها لمواقع الجيش السوري في كثير من المناطق في دير الزور تطوضع علامات استفهام حول أصل الموضوع مع الأمريكي أنه يريد محاربة داعش أصلا مش موجود هذا الأمر أساسا أساسا اليوم الهدنة تقريبا 48 ساعة لا والنفس الأكثر التمديد خلص ومطلع تشتير أعتقدت أربعين واحد يعتقد أنهم ينتمون لداعش لكن يا حبيبي الأتراك الأتراك لديهم آلاف في الداخل من الدواعش آلاف في حزب التنمية والعدد أصلا هم دواعش بكل ما للكلمة من معنى آل أكثر ختم هذه الحلقة بس بدي أذكرك باللي قاله رجل طيب أردوغان منذ حوالي الساعة تم تطهير مناطق في الشمال السوري من كل الميليشيات المسلحة وقد تتجه العملية العسكرية جنوبا عم يفتح بيب لمعركة جديدة صحيح على كل حال للحديث إن شاء الله تتم بحلقات أخرى بارك إن شاء الله على كل حال هذا برسم الروسي وبرسم الإيراني وبرسم المجتمع الدولي وبرسم السوري ما يحدث الآن هو أخطر بكثير من أي وقت مضى هذه التصريحات تعيد عقارب الساعة إلى الوراء وبالتالي أنا كشخص يمكن أمثل مزاج عام لدى السوريين بشكل كبير لا ثقة للسوريين إلا بقيادتهم وبجيشهم وبهذه المقاومة التي تدفع مقاومة عم تكون معها وفاة على هذه الهدنة الموافقة على الهدنة شيء وعندما تتحول القضايا إلى أشياء أخرى فيكون هناك موقف آخر على كل حال بانتظار بانتظار الأيام المقبلة لمزيدنا القراءة في هذا الموضوع لأنه بانتظار الرد الروسي بانتظار الموقف الإيراني من كل ما يحصله تحديدا كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهلا وسهلا فيك دايما ضيف عزيز في هذا البرنامج وهذه المحطة مدير مركز دال للإعلام استيس فيصل عبدالساتر شكرا لحضورك معنا اليوم في هذه الحلقة مشاهدين الموعد بتجدد غدا عشر صباحا بتوئيط العاصمة بيروت بحلقة جديدة من نهاركم سعيد حتى ذلك الحين إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة